المخطرات البيانية المخطرات البيانية هي عبارة عن تمثيل قيم الأرقام برسومات هندسية لتكون أوضح إلى العين وليكن أنا عندي شركة لتصنيع الملابس تصنع ملابس نسائية وملابس رجالية وملابس أطفال أريد أبين مستوى الأرباح خلال سنة مثلا البضائع النسائية أم البضائع الرجالية أم ملابس الأطفال أكثر عمليات الأرباح طبعا من قائمة إدراج ومخطط أدنى أشكال لهذه المخططات مثلا راح نختار أول شكل اللي هو أعمدة طبعا كل هن نفس الفكرة هنا كل هاي الأشكال تمثل لي أرقام على شكل رسومات هندسية مثلا راح نختار أول خيار لهو عمود وأول نموذج مثلا موافق طبعا راح ألاحظ أنه الصفحة راح تنقسم قسمين قسم لبرنامج وورد وقسم لبرنامج أكسل فادت أنه برنامج أكسل حتى أملي الخلايا بالأرقام حتى برنامج وورد يحول لي هاي الأرقام إلى أشكال ورسومات هندسية ألاحظ أنه هنا أنا عندي سلسلة واحد سلسلة ثمية سلسلة ثلاثة وطبعا أقدر أضيف سلسلة أربعة وسلسلة خمسة من خلال أنه أضغط على هذا الخيار هذا الجزء بالأسفل وأمدد طبعا من خلال نضغط على هذا الخيار ونحاول بتمديد السلاسل مثلا أنا راح أخلي ثلاث سلاسل والفئات نفس الطريقة أقدر أنه أمدد الفئات إلى فئة خمسة وستة وسبعة وهكذا طبعا الفئات هنا تمثل الفئات اللي هي تمثل القيم في الأدنى والسلاسل تمثل القيم في اليسار حتى نأخذ مثال أنه أنا عندي مثل ما قلنا شركة ملابس راح السلاسل اللي هي الأنواع تكون مثلا ملابس رجالية وملابس نسائية ومثلا ملابس أطفال بالنسبة للفئات راح تكون الأشهر راح تكون أشهر السنة مثلا أقول كانون الثاني طبعا نمسح هاي القيم نحددها ودليت من الكيبورد ونجي نملي من جديد مثلا أنا في شهر كانون الثاني صار عندي ارتفاع بالملابس الرجالية وليكن خمسمية والملابس النسائية خلي نقول مثلا ثلاثمية ملابس الأطفال انخفاض خلي نقول مثلا مية ألاحظ أنه الأرقام القيم باللون الأزرق اللي هو يمثلي هنانا عدنا على اليمين راح يطينف الدليل للألوان اللون الأزرق راح يلون لي أو اللون الأزرق راح يكون للملابس الرجالية واللون الأحمر لملابس النسائية وملابس الأطفال باللون الأخضر طبعا أنه ألاحظ أنه أربط اللون يعني بس بمجرد النظر أربط نظريا أنه اللون الأزرق أو الأزرق هو الملابس الرجالية فألاحظ أنه الرجالية في شهر كانون الثاني كانت القيمة خمسمية أي أنه مرتفعة والملابس النسائية في شهر كانون الثاني ثلاثمية يعني مجرد أنه عبر لي في الشهر اللي هي الفئات بقيمة الأرباح اللي هي بالسلاسل يعني الخمسمية هنانا هذه عبر ليها رياضيا بها القيمة ممكن في شهر شباط صار عدي انخفاض للملابس الرجالية مثلا مية والنسائية خنقول ثلاثمية والأطفال ميتين وهكذا أكتب بقية أرباح الشركة للأشهر والبرنامج رح يعبر لي عن هاي الأرباح برسومات هندسية وألاحظ أنه هاي الأرقام عبر لي عن هالبرنامج بهذا المخطط طبعا بعد ما كملت عملية ملئ الأرقام أغلق برنامج أكسل وأوتوماتيكيا برنامج وورد رح يرجع على كل الشاشة ومثل ما تلاحظون أنه الأرقام عبر لي هالبرنامج بأشكال يعني مثلا بكانون الثاني عندي الملابس الرجالية مستواها 500 وفي آذار 500 عندي انخفاض اللون الأزرق طبعا لون الأزرق اللي هو قلناه الملابس الرجالية وارتفاع قليلا ومن ثم المحافظة في شهر آيار مع شهر نيسان على نفس المستوى ارتفاع بعودة إلى الارتفاع بشهر حزيران انخفاض في شهر تموز وارتفاع في شهر آب هذا فيما يخص المخطط التفصيل حسنا ممكن واحد يسأل يقول يعني أنا أستخدم فقط بالأرباح ناخذ مثال آخر على المخطط البياني مثلا أريد أحسب عدد الطلاب الناجحين وعلى الطلاب الراسبين وأبينهم في مخطط بياني وليكن عدد الطلاب الناجحين 100 والراسبين 50 أريد أبين هذه النسب في مخطط بياني طبعا أروح على إدراج مخطط بياني أختار أي شكل من هذه الأشكال مثلا دائري وموافق بعدها أكتب هنا الطلاب الناجحين وهنا الطلاب الراسبين ومثلا الناجحين عددنا 100 والراسبين 50 وأقدر ألغي بقية الأصناف وأقدر بنفس الوقت أقلص اللون الأزرق فقط على الصنفين الناجحين والراسبين وألغي الأكسل وبعدين أقدر أضيف النسب راح أطلع لي أنه 67% ناجحين والراسبين 33% طبعا أقدر أغير الألوان مثل ما أنا أريد أقدر أضغط على الشكل ومن تنسيق وأختار مثلا الراسبين أنطي لون أحمر والناجحين مثلا أنطي لون أخضر ورح ألاحظ أنه الناجحين أحمر الراسبين أحمر والناجحين أخضر وطبعا أقدر من تخطيط أو من تصميم أقدر أتحكم بالشكل يعني مثلا أقدر أنطي بيظل أو ما يسمى بالانتفاخات أو الشكل 3D مثل ما تلاحظون هذا فيما يخص المخطط البياني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر